لم يعد الأمر متعلقا بالنائب النفس إنما هناك تخل عن السيادة واستقلال لبنان هكذا يحمل النائب مروان أحميد الحكومة مسؤولية الاعتداءات السورية المتكررة التي يرفض القول عنها إنها بالغلط سائلا أين هو رئيس الوزراء اليوم من حادثة العريضة ألا يسأل عن الشهيد ماهر؟ اليوم مين يعود عن اللي انقتل واللي انجرح واللي اتعرض للتعذيب؟ اللي يعود أنه لبنان أولا بيشكي الأمر إلى الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة بياخد التدابير اللازمة اتجاه السفير السوري ويعود عن الضحايا ويسمي بالاسم لأنه ما في خلاف على ذلك بيسمي القاتل في هذه القضية تخل الحكومة عن سيادة لبنان حسب أحميده يكون أيضا من خلال صمتها أمام الكلام الآتي من طهران على لسان سليماني وعندما نرى أن مقتضى الصدر والخارجية العراقية استنكرت الكلام الذي تناول العراق نتسأل أين حكومة لبنان من هذا الكلام هل تنقى أيضا عن الدفاع عن استقلال لبنان من جهة وعن سيادته عن الجنوب من جهة أخرى وزراء تكتل التغيير والإصلاح لم يسلموا من السهم التي أطلقها حميده في اتجاههم برحب بهذه التجربة العونية في الحكومة أسقطت الأقنعة عن الادعاء بالإصلاح والتغيير وأضافت إلى ذلك دمغة الفشل البستمر في كل وزارات الخدمات التي تولوها بالإضافة إلى تفشيل زملائهم في قطاعات تتعلق بالعمال والموظفين حقهم في بدل نقل من دون كل هذا اللغط حواليه لأسباب عقائدي وتتيس معينة من وزير معين أنا ما بسلم تنقيب النفط في لبنان المحتمل إلى من لا يستطيع أن ينظم بيع المزوط الأحمر في ليلة القبض على المزوط الأحمر ليلة الشبهة الكبرى وكان حميدة بحث في القانون الانتخابي مع وفد من كتلة المستقبل والنواب فؤاد الساعد وأنتوان ساعد وهاري حلو زاروه في دارته حيث جرى عرض وجهات نظر قوى 14 أذار والنائب جمبلات الذي راجعه حميدة في الموضوع لأحد الماضي